السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان شاء الله تكونوا باخير وعلى خير ومرحبه بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر معكم الحم بالبرقوق كي يجي مدغمر وساهل لمبتدئات بلا بلا قوة الشحار و بلا طرقات كي يجي ناجح والديد معلك ونبدأو على بركتي الله بالنسبة المكونات عندنا المكوين الاساسي هو الحم كيفما كتلاحظو معي الكيميا اللي كتناسبكم يعني ما بين كيلو كيلو ونص حتى الجوج كيلو كنتستعملوا لموحد البصلة لكل حجم ديالها متوسط وجود فصوص ديالتوم وعندي ربع كاس مخلط ما بين زيت نباتية وزيت الزيتون وعندي هنا القرفة والزعفران بنسبة الزعفران هي اما تستعملوا نصف من هالضويمة او الزعفران شعر اللي توفر عندكم والملح طبعا عندنا الخرقوم او الكركم والزنجبيل وعندنا هنا الفلفل الاسود او الابزار وحدي شوية ديال المروزية يعني الى توفرات عندكم ما توفرتش مشي مشكل المروزية الخاصة باللحم وشوية ديال القصب ريابس غد نعطيكم العبارات بالمعلقة ان شاء الله على بركات الله هنا نبدأ عندي واحد نسكس ديال الماء عادي من الصنبور غد نديره في الكوكوت او طنجرة الضغط واحد رشيش ديالت الملح كيف ما كتلاحظوا معي وحدي القياس غد نعطيكم بالمعلقة اللي متوفرة عند كل شي المعلقة ديالت القهوة او ديالت السكر كيف ما كتلاحظوا معي عندي اه معلقة غير مملوئة من الخرقوم ومعلقة غير مملوئة يعني ما كن عمروش بزاف ديالت سكينجبير او لزنجبيل ونص معلقة ديالت الفلفل الاسود والمروزية تاياك نديرو منا تقاربا واحد نص معلقة كيف ما قلت لكم الى توفرات وهنايا نص معلقة ديال القصب ريابس تاوكي بقى مهم وهنايا قسمت هذيك الضويمة صغيرة ديالت السعفرن سوف ندير عير نصف ديالها سوف نخلط المكونات ديالي مزيان ودروري ما تديروش الزيت في هذه المرحلة ما كنديروش باش اللحم يشرب لنا هذي التوابل ويجينا بهين كيف ما قلت لكم ما غاديش نكترو عليه تشحار بزاف عير شي حاجة قليلة بالنسبة لكيميا ديالت الحم على حسب المتوفر عندكم كتلكم هذي القياس اللي اعطيتكم من كيلو حتى الجوج كيلو وانا هنا يمكن عندي شي كيلو ونصف او لا يعني على هينجوش كيلو ماشي مشكل سوف يلاحظوا معي ما كنكتروش بزاف باش يبقى عندنا المدق ديال الحم هكدك متميز هاد المرحلة ممكن ديروها بالإيد ديالكم انا عير مع تصويرك اللي ما كيبغش يشوف شي حد كيقس للحم او لا كيبغش فيه انتوما ديروها بالإيد ديالكم سوفي غادي ان شاء الله تديك البصيلة والتوم كيف ما كتلاحظوا معي في الهاشوار وغادي نحط الكوكوت ديالي فوق النار وغادي نحط على الغطاية ديالتها وغادي نحط واحد شوية ديال الزعفران شعراء هكده فوق الغطاية هادي كيديروها الطباخات اللي كيطيبوها هكده في العراسات كيحطوا الزعفران فوق القميلة او لا فوق الغطاية باش كيتحمر باش يجيكم ساهل الى بغيتو يعني تديروه يعني كتحكوه بين إيد ديكم وكيختافي يعني ما كيبقوش هكدك الشعيرات بينين نحاول انني كنقلب اللحيمات اللي عندي قلبوه انتم ما يبشي معلقة عندكم انا هديك تساعدني مازال غادي ندير ملعقة خشبية سوف نحاول كيف ما قلت لكم هاد المرحلة كنديروها بدون زيت يعني باش الحام يشرب لنا هدوك التوابل ونايا غادي نحكي عليهم هذيك شوية ديال الزعفران شعراء كيف ما راحتوا معي انا درتعير نصف ديال المكعب هذك الصغير ديال الزعفران يعني نصف راها كافي بلا ما تكتروا باش يجيكم المريقة هي هذي التوابل اللي اعطيتكم راهم مضبوطين هما هذو سوف هنا لاحظوا معي غادي نحكي ذاك شوية ديال الزعفران كيف ما قلت لكم هالطريقة باننا كن نبسو شوية فوق الغطاية سوف يختافى مني كنحكوه يعني باش يعطينا الماضاق واللون هنا هذيك البصيلة ودوك جوج فصوص ديال التوم دوز توم في الهاشوار وغادي نديرهم هكذا في الجوانب ديال الحمل اللي عندنا طريقة راه جد سهلة لبنات اللي المبتدئات اولى اللي اول مرة غادي نطيبوا الحم وحنا ان شاء الله مقبل العيد الاضحى غادي نفعكم هذي طريقة بزاف يعني ديروها بالغنمي او البقري اللي توفر عندكم طريقة ناجحة وسهلة درت عيه واحد شوية ديال الماء في هذك الإناء اللي تحنت فيه ودرتوه في الكوكوت وهنا درت كجوج عويدات ديال القرفة وغادي نخليهم شوية عير تمتازج لياديك البصلة او اللي تسخف واحد شوية مع هذك اللحم وهنا يكن بقى راه تقلابوا هذا راه عير حين تلبوط عندي شوية مجهدة راه ما يبقى واحد الخمسة ديال دقايق او لا بالكتير عشرة ديال دقايق كنتو مكتقلبوا هكذا بهات الشكل يعني هذ المرحلة هذي تعفيكم انكم ترقدوه ليلة كاملة او لا ترقدوه ساعة او ساعتين يعني بالخف وهنايا غادي نضيف دك اربع كاس مخلط ما بين زيت نباتية وزيت الزيتون صافي الكوكوت ديالي كيولي شكل دياله هكاك وكنغطي الكوكوت وكنحسب تقريبا واحد ثلاثين دقيقة يعني نسمع السفرة حين تبدأ تصفر حين تبدأ الماء غاليان والكوكوت غالية دقيقة غادي تبدأ تصفر ثلاثين دقيقة صافي وكنحل عليها وهنايا عندي البرقوق لاحظو معي غاد ندير فيه واحد العويد ديال القرفة واحد رشيشة ديال تلميل حكا فما تلاحظو معي والماء غاليان غاد نخلي شوية تطلع فيه عير السلقة يعني تسلق لي عير واحد شوية انتم ما تلاحظو معي هنا غاد ندير فيه الماء ونحط فوق النار الى عندكم حتى المشماش ديروا ودير واحد شوية ديال الماء والقرفة والملحة وخليه حتى هويت سلق هنا غاد نخليه تطلع فيه الغالية واحد شوية وغاد نقص منه الماء يعني هد الماء هذا كثير ما عندي من نديرو به غاد نقص منه شوية ديال الماء غاد نضيف له الزنجبيل او لسكين جبير وشوية ديال السكرساني دا ممكن نضيفه العسل الى ابغيته واحد القطيرة ديال الزيتعي باش يجين اللون دياله اللامح ويجي زوين فاش نبغيو نحطوه في الطبق ديالنا وغنضيف شوية ديال الماء وغاد نحطوه يكمل في الطياب في هذا الأثناء اللي كانت قد في البرقوق اللي عندي وقليت واحد شوية ديال اللوز هنا كانت داس 30 دقيقة وحلت يعني طفيت البوطة وحلت سفارة وهدات الكوكوت ديالي وحلت عليها ولقيتها ولات بهات الشكل هذا بالنسبة الماء ما تكتروه حينت ما زال الحم يتلق حتى هو الماء يتلق ليدام دياله بالكتير أولا نعطيكم المجموع كنديرو تقريبا كأس ديال الماء المجموع كامل قدرنا في الأول نصف وضفت واحد شوي يعني احنا نديرو كاس هاكده صافيكي ولي عندي الحم بهات الشكل هادي يعني تبارك الله راكي كونتاب نجربو بواحد سكين طبعا ضروري تجربو الحم ديالكم حين تلحم على الحم كيختالف كيلي كي طيب دغياء إذا لقيتو في هاد المرحلة باقي مكنزز وما طيبش قلبوه بالإيد ديالكم إذا بلكم ما طيبش عاودو ديرو الغطاية ديال الكوكوت سدو عليها وديرو الصفارة وزيدوه واحد ربع ساعة انا بلية طيب صافي تبارك الله والزبدة خاصوه عيري الدغمر والتعسل لنا هاديك البصيلة اللي درنا صافوه يشرب والتفصل لنا ذاك الزيت هنا تفصل لنا زعم الزيت على الدغميرة صافي هنا غادي عير ضروري دوقوه على الملحة وعلى التوابل شوفو شنو زيد وشنو ناقص هنا غادي نغطي عليه ونخلي حتيه واللي بها تشكل كيف ما تلاحظو معي هنا صافي إلا بغيتو عندكم مع التغماس بزاف خليوا شوية تغميرة خاصة يردكون بنينا ومنك ينفصل لنا للحم على العظم صافي راه طاب كانت مننا نكون اعطيتكم جميع التفاصيل او لا ادق ادق التفاصيل باش يعني تستافدوا من هادي الفيديو والاخوات يعني اللي اول مرة غاديين يطيبوا الحم وهادي يكونوا يستافدوا ان شاء الله هنا الحم كيولي عندنا بهذا الشكل يعني التغميرة كتنفصل لنا على الزيت كيولي واللحم محتوى كيباليكم بانه محمر ومجمر تبارك الله والاهم من هاتشي كامل انه يطيب زبدة ومن يتدوقوا هتلقوا انه بنين والديد هدي هي اهم حاجة سوف نجيبوا التبصيل اللي عندنا وهنا ما زال يعني كنحاول انني نقلب الحم ديالي كامل يعني خاصة يكون طيب كنقلبوا بالإيد ديالي انتوما المهم انتوما ضروري يقلبوا الحم ديالي لكم باش يكون طيب سوف هنا هي الضغميرة عندي كتولي بهاتشكل هاده خاصة نفاصل يعني البصلة نفاصل لنا على الزيت هاكده باش يجي طياب بحل ديالي لعراسة او اللي احسن طريقة كيف مقتلكم ساهلة وزعمة و المكونات ديالها باسيطة مفاش شي حاجة كتيرة وهنا هي البرقوق اللي عندي من بعد مكمل طياب دياله وصوف يكن ستفو هاكده فوق اللحيمات كيجيونا على هاتشكل زينه باش مبغيتوا المشماش او اللي برقوق كيلي كيدير شريحة المهم اللي متوفر و اللي موال فين بيه سفي هذا هو التبصيل ديالي غادي نزيد فيه مازال شوية ديال اللوز اللي سلقتو كل شي كيعرف يقلي لو سلقتو و نقيتو نشش شفتم زيان وقليتو في واحد شوية ديال زيت وكيجينا الطبق ديالنا على هاتشكل هاده كيجي رائع على البنات كنصحكم ان شاء الله بالتجربة ديالها وطبعا إلا جربتوه أعجبكم او لا جبكم الفيديو ديالي وستفدتو منو متبخلوش عليا بالتعليق ديالكم باللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحني وعواشركم بروكا ان شاء الله بصحة و السلامة وبشمت منيتو ومسخيتش بكم كيف ديما ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة